ورجعنا من الفاصل ومستمرين مع حضراتكم في ناس من بلدنا بنقول برنامج ناس من بلدنا برعاية شركة طيبة للمنتجات الغذائية احلى احلى شوكولاتة احلى بوهرات احلى حاجة ممكن تلوها في طيبة واللي حابب يتواصل على فكرة التليفونات بتبع موجودة نزلوها يا جماعة على الشاشة التليفونات التواصل كمان لو اي حد معايا رشينو حابب يبقى وكيل في اي محافظة او اي مركز يتواصل على التليفونات دي بجد فيه دعم كبير جدا وخطة طموحة جدا منتجات طيبة بجد من افضل المنتجات الموجودة في السوق المصري فاتحين ملف صناعة الاغذائية وعلشان نتكلم عنها لازم يكون معانا دايما الخبير والمستشار حسين نوسى مستشهر صناعة الاغذائي في مصر اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك فان الله يسلامك الله يبارك لعبتك انا النهاردة لا لا ابدا تحت عمرك في اي وقت وتحت عمر سيد المشاهدين ربنا خليك ربنا كل سنة وابناء حضرتك بالفصحة وسلامة ودائما عمر مليد وفرحة وسعادة ان شاء الله ربنا خلي حضرتك تعيش يعني النهاردة عبد الحليم وأمير يعني اسعد اثنين دلوقتي وانا بجد سعيد لان الناس كتير جدا بتكلمني كل سنة وهم طيبين بنتكلم ونقول ان التجارة شطارة نكلمنا الحلقة اللي فاتت على فكرة انشاء المصانع او اختيار النشاط النهاردة يعني نتكلم على فكرة الادارة وان انا النهاردة علشان اكون اتطمن على فلوسي واتطمن على حالي ازاي انجح وازاي اوصل هل لازم اخط ايدي او منخيري في كل حاجة ولا اجيب مختصين بسم الله الرحمن الرحيم هو في البداية زي ما حدكت افضلت اساس النجاح اعتقد من وجهة نظري وده الواقع اللي بيقوله هو الادارة الادارة هي بتمثل حجر الزاوية في نجاح اي مشروع والادارة بمفهومها الحديث هو بيحاول يفصل الملكية عن الادارة بحيث انه الناس اللي بتدير تبقى ناس مهنية ناس فهمة في المشروع اللي حضرتك بتعمله حتى لو تواجد راس المال او الاونر او المالك بشكل او باخر بس يبقى تواجده تواجده من باب الرقابة والمتابعة لكن مش من باب التنفيذ لان المرحلة التنفيذية هي مرحلة بتقع على كاهل المديرين المديرين الحرفيين لانه بيكون عنده رؤية بيكون عنده استراتيجية يقدر ينفذها بناء على اللي حصل معاه في الشركات الاخرى والسنين اللي فاتت هو بيديله خلاص التاريخ وخلاص التجارب بيحولها لارض الواقع احنا بنقول انه اهلا وسهلا بصاحب المال اهلا وسهلا بيه متواجد اهلا وسهلا بيه رقيب لكن الى حد ما عندما تصل التعارض ما بين مصلحته الشخصية ومصلحة العمل اكيد مصلحة العمل اهم لانها في الاخر بيبعا عائد عليه هو كمالك طيب احنا بنسمع وبنشوف وفي الواقع عندنا مش في الصناعات الاغذائية بس في الصناعات كترة جدا بل كمان في انشطة رياضية بنشوف ان الاونر بتاع المكان هو حابب كل حاجة تعدي من تحت ايده طيب ويقولك معلش انا قادرة بفلوسي انا حريص اكون انا اكتر واحد خاف على نفسه لكن فيه جزئية مهمة جدا فيه مصانع كتير بتبص تلاقي يجي على افضل مهندس عنده تمام ويعينه مدير تمام حضرك شايف ده صح ولا الادارة علم مستقل تماما عن فكرة ان انا اختار افضل موظف عندي تمام او افضل فن عندي واخليه مدير انا افضل من وجهة نظر لا هو الافضل في جميع الاحوال ان انا يكون عندي مصطرة بقيس عليها القيادات تمام او المدير المدير ده او القائد للمشروع لازم يقاس بيه آليات ومصطرة معينة يتجنب فيها العامل الشخصي والاهواء الشخصية انا ممكن المدير ده يكون شخصيا انا مش قابله وارد جدا بس هو النتائج اللي بيقديها وبيعملها على الارض الواقع بتشجعني ان انا ادي له كامل الصلاحيات سأني واحدة بس يا سيد المستشار الكلام الحضبك بتقوله ده في اوروبا وفي الدول المتقدمة زي ما احنا نقول الكلام ده لو في مصر والدول العربية بجد ان صاحب المال المدير ده متيل على قلبه هيقوله بالسلامة هو ده هي ده اساس المشكلة يعني انا بيقابني اصحاب مال بعد سنتين ثلاثة اربعة حد دوركين بيكسيموا اه يكون صرف ويكون كبر البزنس ومشي وفجأة كده يرفع سماعة الحقني انا عندي مشكلة انا مشيت مدير الانتاج او مدير المصنع عشان كذا كذا طيب تيجي تقعد معاه وتقوله طيب قولي كده اسباب تعيينه واسباب انهاء التعاقد ما تلاقيش حاجة واقعية تلاقيه انه بيتكلم في امور شخصية بحتة وده اللي خلى الفرق ما بين الشركات النجحة شركات البرندات اللي موجودة في مصر السيد محمد اللي موجودة دلوقتي ما فيش ملاك ما فيش ملاك فيها اللي بيدير منظومة ادارية محترفة الملاك انت شركات متعددة الجنسيات ما لهاش الملكية مش موجودة هو هيعمل ايه في تواجده والله ان كان هو مهن معين يمسك ادارة معينة وينجح فيها ويوريني الارقام اللي بيعملها لكن هو مش هيضيف للمكان ما يشتري الخدمة يشتريها ويشتري المدير بكفاءة معينة وبعدين خلينا نقول ان العلاقة بين الاتنين بيربطها تعاقد انت مش عايز المدير او مش عايز المهندس او مش عايز المحاسب اللي عندك تعال شوف اهليات دخوله المنظمة وخروجه منها بحيث ان الاهليات دي هتخليك انت كصاحب مال مستريح انك عملت القرار الصح ما يكونش انت بعد فترة تحس انك انت اتخذت قرارات عكسية قدت لي تدهور البيزنس اكم بيزنس موجود على مدار السنين اللي فاتت وبرندات اختفت من السوء ارجع وراء تفاصيل الاسباب وانا على دراية بالموضوع دوته تحت ايدي الاسباب الرئيسية هو تدخل المالك بشكل عنيف في الادارة وبشكل شخصي قولا واحدا وعندنا ادلة لا حصرة لها موجودة على الارض وممكن يعني اوريح لحضرتك وشوف راحه فين انا شفت وحضرت بجد حضرت في زيارات لبعض المصنع لقيت الاونر بتاع المكان او مالك المصنع هو المدير وهو اللي بيدري التسويق هو اللي بيشتري هو اللي بيبيع هو اللي بيشتري هو اللي واقف على المكانة هو اللي بيقول ييفتح البوابة بتاعت القبد هو اللي بيفتح المفتاح الصباح هو اللي بيقبض الناس ابداع ذلك ومخرقنا كمان المحترم محمد سمير بقول لك ولو هيقدر يحرص ويقفى الباب иقفى افا Reggio وهو كمان حاسب وإحساسه بالذنب أنه هو جاي الصبح أن الناس ديت كمان هي بتاخد أكتر من حقها أنت ما عندكش مقياس معين تقول هو بياخد كام وبيحمل إيه عشان يبقى الحوار بينك وبينه حوار واقعي يعني أنت حددت له مرتب بأسباب معينة بنتائج معينة تعال نتحاسب من خلالها وبالتالي النتائج في نهاية السنة وحضرتك قلت في بداية الكلام حتى الأندية الرياضية شوف الإدارة بتعمل إيه من نادي النادي فيه في نادي الإدارة بتاخده الفين وشوف أندي الإدارة بتاخدها الفين العيب ما بيكونش العيب لعيب العيب بيبقى كفة جدا بدليل كمان إن فيه لعيبة كتيرة بتدخل من منظومة فاسدة منظومة متأخرة بتروح لمنظومة أخرى إدارية بيمشي وبيأدي وبتبقى النتائج المباركة والناس تسأل هو اللاعب ده مش كان في نادي معين وما قداش لا هي الإدارة والمنظومة اللي قدلته أخرج ما عنده طيب الجزئية المهمة اللي أنا عادة تكلم فيها برضو فكرة إن أنا كصاحب راسميل بجيب أفضل مهندس عندي أو أفضل عامل وحطه مدير طيب مع إنه ممكن ينزل إعلان إن أنا عاوز مدير خبرة في المجال ده في الإدارة هل الموضوع ده ممكن يأثر على الإنتاجية ولا لأن أنا النهاردة لما كنت عندي مهندس شاطر أنا حرمت المصنع من حد بيدي حد منتج تمام تمام وحطه على الكرسي بقى مدير تمام ممكن ما يكونش شاطر في الإدارة صحي أنا حولته من شخص منتج منفذ تنفيذ جيد لشخص إداري أصبح القيمة المضافة بتاعته أقل لأن أنا لما جي أصل القيادة يا أستاذ محمد مختلفة عن يعني فيه فرق بين القائد والمدير تمام فيه فرق بين المهندس ممكن محاسب يبقى شاطر جدا وأول ما توصله لمدير مالي يفشل ما يعرفش يعمل قيد محاسبي مهندس إنتاج ممكن على المكنة يطلع أحلى إنتاج منها ويبقى شاطر جدا وصاحب المال يأخذ منه أعلى كفاءة يوديه مدير مصنع يرى إيه حطه مدير هو أول ما وديه مصنع مدير مصنع تبقى المنظومة كلها فيها فشل ويجيب لي نفسه وجع الدماغ القيادة مختلفة عن الإدارة القيادة دي جزء من الإدارة يعني أنا عشان أكون مدير يكون من أحد أسباب مقوماتي والسكيلز بتاعتي أني يكون قائد طيب بما أن إحنا فتحين ملف الصناعات الغزائية ومستمرين طبعا في الملف ده إزاي نقدر نوصل أو نقنع أصحاب المال رؤساء وأصحاب المصانع اللي بتتفرج علينا دلوقتي أو هتتفرج علينا فيما بعد عن اليوتيوب أنه يقدر يفصل الإدارة عن الملكية وأنه يجيب مديرين مؤهلين أصلا إدارة تمام هو الموضوع يعني خلينا أقولها لحضرتك بشكل واضح مش محتاج إقناع لي هو وصله دلوقتي لمراحل وأنا معانا بشكل يومي هو وصلت له القناعة خلاص أنه هو بقاله سنتين ثلاثة أربعة بيلف في دايرة وفي الآخر بيجي يرفع سماعه يقول أنا برفع إيدي أنا المخطئ في الموضوع لأنه هو مش الواقع أكبر دليل وإقناع هو عمل إيه بعد ثلاثة أربع سنين لو هو جاب مدير وشايف أنه رتبه عالي من مراكز متخصصة حيأخذ له المنظومة في أسرع مما يتيخل اللي حيعمله له في سنة هو حيعمله خمس ست سنين وده واقع على الأرض وده اللي حصل في الشركات شركات توارت كتير في منتجات غذائية عشان أنا ملامس معها وراحت واختفت وفي منتجات بقالها ثلاثة أربع سنين أصبحت تعمل حجم أعمال يضاهي الماركت ليدر تسأل إيه السبب وده تم إزاي تعرف تماما الإدارة بالظبط طيب هل إحنا عندنا في الرابطة آلية لتأهيل ومصمم على الكلمة تأهيل أو تدريب بلاش عشان ما يزالوش مني تدريب أو تعليم أصحاب رؤوس الأموال الفكر ده تمام إحنا عندنا في الرابطة بعض الزملاء متخصصين في علوم الإدارة أكثر مني وأكثر بكتير وكانوا طرحوا الفكرة دي من فترة وجيزة وقالوا إحنا هنعمل إضافة للمصانع إضافة تدريبية يعني السلسلة بتاعة البيع أخطر نقطة فيها هي المندوب المندوب هو الشخص المندوب هو الشخص اللي بيوصل الرسالة من المصنع للمستهلك عندنا في مصر عجز كبير في المناديب عجز كم وعجز كيف وبالتالي بعض الزملاء في الرابطة قالوا تعالوا نعمل منظومة معينة ونقدر بيها نعمل تدريب لمنظومة المندوبين ودينادى بيها نقابة المنبعات دلوقتي والربطة المصرية للتجار إن احنا بتفكر نعمل مركز تأهيلي للمناديب أنا أدي له مندوب كويس بعد سنة أو بعد اثنين يقدر يتحمل المسئولية وده المشروع اللي احنا بنسعى ان احنا نعمله في بداية 2020 إن شاء الله طب أنا عوزه لك لما وحنا في المعرض في فود أفريكا تمام كنت بتكلم مع الأستاذ أحمد فاروق تمام رئيس مجلس دارة الربطة وقال لي يا محمد احنا عوزين نعمل صالون التجار تمام فهل يعني انت شايف فكرة الصالون ده ممكن ينبسق منه فكرة تأهيل كوادر إدارة حد مثلا شغال في المقرمشات حلويات شوكولاتات بوهرات فكرة الإدارة بحد ذاتها دي النهاردة بجد بيحصل كتير وبشوف بقعت بلاي فيه تلفنات شغالة كده وقولك لا ده فلان ده على فكرة شاطر قوي والصنيعي شاطر محترم قوي هاتوا يمسك للمصد تمام ساعتك كنت معنا في المعرض شكورا شرفت المعرض هناك ومريت على كيانات متوسطة وكيانات صغيرة وقعدت مع أصحاب المصانع وشفت حضرتك وكنا بنقعد مع الناس إزاي رغم مهنيته ورغم حرفيته في البزنس بس قادر يدي الإدارة لنآخرين صحيح وده كان سبب نجاحهم وشفت حضرتك بنفسك بالنسبة للربطة احنا في بداية السنة عاملين فكرة جديدة هنبتدي فيها هي فكرة المعرض السنوي لتجار ومديري ومصنعي الربطة المصرية للتجار وده أعتقد معاده حيكون 15 يناير من المعرض ده هنبدأ في اتجاهات مختلفة منها اتجاه تدريب المناديب منها اتجاه الصالون اللي احنا إن شاء الله بنعدله إعداد جيد حيكون حضرتك مشكورا يعني حتى تولى مسؤولية تنظيمه وحيكون فيه أكتر من طرف لأن من بداية المعرض الناس هتيجوا تعرض منتجاتها وحيلتقي للمرة الأولى داخل الربطة المصنع والتاجر والمدير في داخل المنظومة بتاعت المعرض دي من خلالها هنبتدي نتحرك على موضوع تدريب المناديب وحنتحرك لموضوع الصالون اللي تطرح فيه أفكار ومن منبر حضرتك دوة أننا يعني خلينا نوجه رسالة شكر للمجهود اللي بيقوم بمستشار أحمد فاروق ورسالة أخرى لسعادة المستشار القيمة والقامة لأستاذ جمال عريف اللي احنا عبدنا في المعرض وكنا بنناقش معاه مشاكل الصناعة في الفترة الحالية والقادمة ونتمنى أن رسلتنا توصلوا ويكون ضيف لحضرتك عشان يطرح هذه الأفكار إن شاء الله بإذن الله طيب فكرة برضو إن النهاردة إحنا ننتقل كرابطة إنتعرف إحنا في القاهرة في مصانع في أسوان في مصانع في سينة مصانع في كل مكان في مصر وسكندرية ففكرة التأهيل أو التدريب ده في القاهرة ممكن تكون مرهقة لهم شوية أو حاجة زي كده هل في فكرة الرابطة اللجنة دي تنتقل لمثلا يبقى لينا فرع في الأقصر مثلا تمام ونروح هناك ويتم التنويه إن شاء الله هنكون موجودين في الأقصر من يوم كذا إلى يوم كذا اليوم الأولاني ما نديم أبعاد اليوم التاني مديرين اليوم التالت أصحاب مشروعات تمام سيستم الرابطة وحيكون عنده داتا من أسوان لغاية اسكندرية عنده الداتا بالكامل للمصانع ومشاكلها ومزاياها ومنتجاتها والمديرين اللي فيها وكفاءاتهم وأصحاب المصانع دي بعد ما نعمل منظومة البيانات دي بالكامل هنقدر بعد كده نتحرك لأننا ما عندنا مش مشكلة إننا نروح للمصنع في مكانه لأننا مش عايز يجي يرهق نفسه أنا عايز أروح له بس قبل ما أروح له لازم أكون جبت الداتا بتاعته منها معوقات الإنتاج عنده منها النجاحات نقاط القوة والضعف اللي عنده عشان لما أروح له أشوف النقاط الضعف اللي أنا عايز أساعده فيها هو لو عنده نقاط قوة أنا هزق معه الأدام وهعمله دفع الأدام لكن أنا رايح أعالج له نقاط الضعف اللي هو عايز حد يمدي إيده إليه فدي حتحصل أعتقد بعد فترة المعرض الجاي إن شاء الله تمام وأتمنى برضو يكون فيه تسليط الضوء على بعض النمازج اللي نجحة تمام هي خدت باللي احنا بنقوله تمام في حلقاتنا تمام أخذوا بالتخصص تمام فدي فكرة إن حد يطلع ويحكي تجربته ونجاحه هكون فيها مصدقية أكتر صحيح جمهة الحضرين صحيح في صالون التجار إن شاء الله وفيه ناس كتير مثال للنجاح والاجتهاد رغم إنهم يعني يبتدوا بإمكانيات بسيطة لكن طبقوا الفكر الإداري الصح وحنذكر في الأيام اللي جاية وفي الحلقات إزاي النمازج دي قدرت تتحرك بشكل جيد وتبني بيزنس كويس وحتشوف العلاقة بينهم سبب النجاح العلاقة بينه وبين الموظفين والمديرين عنده هو ده أساس النجاح أول ما هتلاقي العلاقة دي مبنية على الاحترام والتقدير أعرف إن البزنس دي رايح لنجاح طيق ودي هتبقى نمازج مضيئة وهتبقى قدوة اللي بيفكر ونستثمر أو اللي عنده عصرات وحابب بيقوم منها بسرعة لما يشوف تجارب النجاح دي قدام منه كده إحنا ممكن نتكلم في البرنامج ممكن نجمد الصورة لكن لما يلاقي الشخص نفسه قدام منه بيحكي هو خد خطوات واحد اثنين تلاتة بالتأكيد ده يعني وبالنادي من منبر حضرتك برضو لإسادة المصانع اللي عندها تعصرات معينة أو إعادة هيكلة احنا عندنا في الفترة الأخيرة دي مجموعة رجال أعمال من دول شقيقة زي ليبيا واليمن وأنا قلت لحضرتك عندهم أموال رايحة جاية تستثمر في مصر وإحنا بنعدلهم ملفات في المصانع اللي ممكن فيها أو فرصة استثمارية عالية تقدروا يدخلوا فيها ويعيدوا هيكلتها ويتطوروا ويقدروا يشتغلوا فيها للتصدير فبالنادي من هنا أي حد عايز عنده بيزنس كبير متعسر أو إعادة هيكلة يبعت لنا أو يتصل بالربطة أو بالقناة عند حضرتك عشان نعرضه في الملفات اللي بنعرضها للناس اللي بيطلبوا فرص استثمارية في مصر دي أجمل رسالة أقدر أنهي بها في فقراتنا النهاردة الوقت الأسب بداهمنا بسرعة بجد لكن أنا هاخد كلام لأستاذ حسين وهاجه رسالتي لكل اللي بيشوفني في الدول العربية مفيش أأمن ولا أفضل من أم الدنيا مصر تيجوا تستثمروا فيها تعالوا يزوروا مصر ويشوفوا طيبة شعبها وجدعانة ولادها وجمالها كمان الفرص اللي كنت تستثمر هنا النهاردة الأرض سعرها رخيص العمالة كمان في المتناول كل الإمكانات بتقدمها الدولة النهاردة ليه المشاريع والإستثمار النهاردة ليه تروح بعيد وانت جنبك مصر أم الدنيا قلب العروبة الناضب فالنهاردة أنا رسالتي وخدت من كلام أخويا المستشار حسين وبقول لكم تعالوا لأول زوروا مصر مصر فتحة درعتها لإخواتها في كل الدول العربية النهاردة اللي ماليوش كبير بيشتري له كبير ومصر أعتقد هي كبيرة المنطقة دلوقتي بكل المقييس بكل ما تحمله الكلمة من معاني مصر هي كبيرة المنطقة سحسين مشكرك جدا لأتشاهد ما أنهل الحلقة تأكيدا لكلام حضرتك في خامس ثواني في المعرض أنا حضرتك أبننا مع الدكتور أحمد مصلح اللي بقاله سنتين في مصر زي عمل حجم أعمال دلوقتي يتعدى لعشر مليون مبيعات تصدير شهري دلوقتي في خلال سنتين حضرتك شفت وقديه ده نموذج للناس اللي استثمرت في مصر واتطورت وعملت بيزنس في مصر إن شاء الله نصلا تغلوهم تضوب حلقات تجاهة بشكرك جدا هتشوفك معايا على وعد يعني الحلقات تجاه أنا اللي باشكر حضرتك أنا اللي باشكر حضرتك بكده انتهت حلقتنا النهاردة قبل ما أختم مرة تانية بناشد كل المستثنين العرب تعالوا مصر ساداني فارتخين دراءاتنا ليكم تشرفونا واتنورونا عايزين نكبر ببعض الاتحاد قوة قوة أوروبا فيها أكتر من عشرين تلاتين لغة بقى فيه اتحاد أوروبي بحلم يكون فيه اتحاد عربي تحية مصر وتحية الأمة العربية بشكركوا جدا وشوفكم الأسبوع اللي جاي قبل دلوقتي بساعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى